أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حالياً وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بخضور عدد من الوزراء ومسؤول الجهات المعنية بهدف متابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء لاستغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء وتصديره لتوفير النقد الأجنبية وأوضح مدبولي أن الدولة قد اتجهت نحو توفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي لتصديره للخارج والحصول على النقد الأجنبية وذلك في إطار في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع ولسيما ما تشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم